موسيقى هاللويا قل للرب الفعل يا رب جيين بهذا الوقت لكي نسمع من عندك أعطينا كلمة لكي تفتح حدهاننا وقلوبنا وتعطينا يا رب نعم بهذا اليوم لكي نعيش الكلمة ونعيش ما قلناه أمامك في التسبيح لإسمك نعطي مجدا بإسم يسوع آمين آمين لإلهنا كل المجد مبارك اسم يسوع آمين اليوم رح نتكلم على موضوع من المواضيع الحلوى اللي رح تقودنا نقطة نقطة بس أريدك تكون أنت ويايا وإذا أنت حافظ الكتاب نشكر رب من أجلك وإذا ما حافظ الكتاب افتح كتابك وإذا ما عندك كتاب مقدس اكتب نوت وإذا ما عندك نوت اسمع الوعدة مرة مرتين رح شوية الرب يطيك ايش يطيك بصيرة وفهم جديدة آمين قبل ما نبلج أريدكم توقفون خلونا نوقف شوية بس وقفوا مكانك عم وتكونوا يا صاحين وتعرفون ايش راح نحشي واش راح نطلق هالكلمات العلان جديد اليوم انه الرب يطينا كلمة خارقة عمين حشو يا رب قل له يا رب أنا محتاج اليوم كلمة ايش خارقة ورح نقرأ سوي هذا العدد من عبرانيين هو ما لا علاقة بالساسم لكن لكن كلمة خارقة هذا شي مهم جدا واحنا جايين اليوم بهذا المكان حتى الرب بالفعل يخترق ايش قلوبنا يخترق أجسادنا يخترق نفوسنا يخترق الأمر السيء يخترق المرض يخترق الاحتياج يخترق اي شي شنو هو ببالك اليوم هل انت عندك ثقة بوجود الرب يسوع بهذا المكان انا اقول لك مية بالمية هو حاضر قبل ما تكون انت حاضر وهو موجود معك وينظر الى كل قلب موجود بهذا المكان ولهذا السبب خلونا نقرأ سوية عبرانيين اربعة اثناش من الكلمات واحنا حافظين الربع الاول لكن باقي الكلمات ما حافظها لكن الى نوصل لها كلمة خارقة صليها حتى الرب يطين اليوم كلمة خارقة امين شو تقولك عبرانيين يقول لان كلمة الله هي حية فعالة وانضى من كل سيف ذو حدين وخارقة قل لي يا رب بالفعل اجعل كلمة اليوم خارقة كل ضعف يا رب تكون كلمة الله اليوم خارقة خليها بصلاتك اليوم خليها بالكلمة بهذا المساء احنا جايين انا اولكم جايين كلنا نجلس عند اقدام يسوع ونتضرع امامه ونقول للرب بالفعل يا رب محتاج شعبك كلمة خارقة وسيف ذو حدين بهذه الايام ايام شريرة جدا جدا وشعب الرب تايه عن كلمة خارقة لكي تغير الشعوب وتعطي للشعوب حياة ونعمة وقوة صليها من قول قلبك وقلها للرب يا رب جايين لهذه الكلمة اليوم كلمة خارقة تدخل الى المخاخ وتدخل الى المفاصل وتميز الافكار بهذا المساء باسم الرب يسوع له كل المجد امين امين دعوة للصعود امين كم واحد جايت لدعوة كلنا بهذا المكان تجينا دعوة بس مرات تجينا دعوات حتى لو تكون دعوة فرح رب الاسرة يصير بي جلطة وينقم مش قلبة ليش لانه جاء له مثل التكت واذا خصص اذا عنده اعداد خمسة ستة قوم يحسب ويقسم فقلوا راحت علينا ايش هو رايح فرح بس شنو قلبه مشلوع عنده ايش عنده بل عنده شغلة مهمة بس الرب اليوم يدعونا دعوة للصعود تعال اصعدوا اياه تعرفون قبل ما بلش بدعوة للصعود ليش يقولكم اليوم اليوم تكون الكلمة خارقة حتى الرب يخترق يخترق قلبنا بهذا المساء شوفوا بين ايد كل شخص موجود بهذا المكان واعرف الكتاب المقدس موجود شئت ام ابيت ودخل الى المدن والبلدان المغلقة اللي مكان بها كتاب مقدس فدخلت كلمة الله الى كل مكان عمين وهذا الشي هذا الشي يطينا يطينا نعمة حتى نقدر نميز ومراته هواية نشوف انه مكتوب انجيل متى انجيل ماركوس لوقة ويوحنة ومراته هواية الاخوة الاحباء يقول لك عدنا احنا اربع ناجي لا احنا عدنا اربع بشائر دائما دائما نتذكروا هذا الكلام لانه شي مرتبط بالوعظة اليوم حتى اقولكم ايش نقصد بهذا انجيل متى كلنا نعرفه المن كتب لليهود ايش اعطى الصفة للرب يسوع هو من هو هو الملك انجيل متى يتكلم بان الرب يسوع النسيح هو ايش هو الملك ليش هو الملك هذا مجد يسوع الرسمي مجد يسوع الرسمي ليش لانه مأخوذ من نسب الملوك من داو وله هذا السبب يبلش متى ويقول متى وليد فلان فلان الى داود يعني شنو يعني الرب يسوع المسيح هو الملك الموعود به وهذا هو من فرد به من هو انجيل متى ما دام هو الملك شا عطانا عطانا شيء رائع بينجيل متى شنو دستور دستور الملك موجود في سفر الملوك في سفر الملك يعني متى يا صح خمسة وستة وسبعة سنسميها وعضع الجبل هذا هو دستور الملك لحياتنا وراها من وجه مرقص مرقص ايش تكلم مرقص تكلم بانه المسيح هو الخادم هو العبد انتبع عليها الكلمات مهمة جدا مرقص اعطى صورة المن بانه المسيح هو الخادم اللي يجي يخدمك وشون منا ندرس برسالة فيليبي اخذ صورة عبد شنين العبد ابو سيب اليوناني حفظها مورفي مورفي يعني ايش يعني ما اخذ وجدان وكل ما ينطبق بالعبد وفهمتكم بدرس الكتاب العبد هو درجات مو عبد واحد درجات رئيس البيت والعبد العادي والعبد اللي ما يعرف كل شي يلزم بيدا طاسة ومية ويوقف قدام الباب بيخسر الأرجل والرب يسوع المسيح ايجا واختار ايش ما صار رأس البيت ايجا اختار انه يكون يخسل أرجل التلاميذ اقل منزلة عبد هذا بانجيل مرقص انجيل لوقة اطانت صفة اخرى وزاوية اخرى بينه المسيح هو الانسان الكامل وهذه تكمل المن لفيليبي اثنين سبعة لا تنسوا اثنين سبعة اقوى عدد يطيق لهوت الرب يسوع المسيح وشبه الناس اعطاه شبه الانسان ولهذا السبب اتكلم وانفرد بيه لوقة طبيب الرسام هم طبيب هم رسام وهم اعطى امثلة ما موجودة بالباقي اللي انا اجيل وتكلم عن السامرية وعن السامرية بس مجرد اذا ترجون تشوفون المواقع الرائعة اللي اخذ الروح القدس يتكلم بها كلمة خارقة يوحنى انجيل يوحنى تتكلم على من هو على شنو بنو يسوع المسيح من هو ابن الله الحي هو الله العهد القديم من قال انا هو هو انا هو خبز الحياة النازل خبز الحياة اللي اعطى لي موسى وين المن النازل من هو من هذا المن من هو قال انا هو خبز الحياة ولهذا السبب اعطى صورة بانه الرب يسوع هو اله العهد القديم وهو ابن الله في الأحد الجديد أي مساوي للآب بيش في الجوهر ومتساوين شو ما قلت لكم الصورة اللي جبناكم ياها شوفوا بدرس الكتاب شو ما مهم انتم موجودين الجوهر والمساوات والتجسد اليوم رح ناخد صورة واحدة من انجيل متى انجيل متى منو قاري كلنا قاري مو كلنا لو اكو قسم مقاري كلنا قاري خب كلمة ونشوف نصعد بها هذه الكلمة اذا انت طبقتها في حياتك اليوم بهذا المساء رح تكون عندك اختراق جديد للروح القدس وهذا الشي عزانة اليوم بوجودنا بهذا المكان عزانة انه تكون هاي الكلمة هي بالفعل الخارقة واللي رب يطنا بي خطوة خطوة رح نشوف كلمة اصعدة بس يا صعد وتجي تدخل بيها وتشوف الرب ايش يكلمنا بيها عمين اول وحدة هي ننجيل متى كلها اخذناها شوف وين نوصل اليوم بالوعظة شوية اخرنا بالوقت لكن وين نوصل راح اوقف ما راح نكمل على كلمة تصعدها بس اللي ناقضى مهم جدا لحياتنا حتى الكلمة تخترق قلوبنا اول شيء الصعود الاول مرتفعات الامتحان الالهي شنو مرتفعات الامتحان الالهي متى اربعة من يعرف ومتى اربعة متى اربعة من انقاد الرب يسوع المسيح وين الى البرية وش يقول الكتاب فتقدم اليه وقال اليه هنا ثم اصعد يسوع الى البرية اصعد اذا اول كلمة اصعد هنشوفها اليوم وناخذها انه الرب ايش يريد يعلمنا اصعد يسوع الى وين الى البرية فراح نشوف خطوة خطوة الرب يريد يكلمنا بكلمة اصعد اصعد اول من روين الى البرية هذا المرتفع الاول المرتفع شنو الامتحان من يحب الامتحان قاعديني هنا من يحب الامتحان ولا واحد ما يحب الامتحان ما حين يحب الامتحان ما حين يحب الامتحان اي شو شو الله ولهذا السبب تعرفوش نقول بالصلاة الربانية نقول ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بس إذا سمح بها بالتجربة فراح تدخل بالامتحان وكنا ندخل الامتحان ما بي مجال ماكو واحد بينا ياخد شهادة بدون امتحان وماكو خادم يدخل للخدمة بدون ما يزكى ويمتحن شئت أما بأيت انت داخل الامتحان يا أما تكون نراسب يا أما تكون طالع يا أما تكون مكمل يا أما تكون ناجح بس الرب يريدنا نكون ناجحين وما يفيدك أي درجة يعني إذا أبوك شماز هذي عميتك عشر درجات حتى يعبروك ناجح ومو ناجح مثل قبل أنت حزبي تأخذ عشر درجات يطفرك ما أخذوا يساموا رافدين خذت عشر درجات ولهذا السبب الرب يطينا أمر مهم جدا بهذا الأصعدة شوفوا امتحان الأول عدنا تخذ امتحانات ندخل بها مثل ما دخل إبليس الرب يسوع المسيح أول امتحان هو الاحتياج ليش الاحتياج يقول لك فتقدم من الرب يسوع المسيح جاع جاع أربعين جاع تقدم إليه المجرب مش قال له قال له قل لي هذه الحجارة أنت تصيرها خبزا كان يقدر لو ما يقدر يقدر فإذا أول امتحان تدخل بيه هو امتحان الاحتياج من يشوفك شو وقت يجي عليك بليس من بالفعل أنت تكون محتاج لهذا الشيء يأتي لك المجرب إذا أنت ما محتاج عمره كله ما يجي جربك به بس من تحتاج بشيء تشوف المجرب واقف يمك وراح يدخلك بهذا الامتحان وبهذا الاحتياج ليش؟ لأنه محتاج أي شيء خليه في بالك أي أمر أنت تحتاج إلى إبليس يجي يطيك أفكار شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ مثل إبراهيم أحتاج إلما أحتاج؟ قال للرب أنت راح يجيك نسل وهذا النسل يرحي من الأرض دين تضر شانا سنتين ثلاثة عشرة عشرين ما أكو شيء صار عبرة السن القانوني وراحت عليها الدنيا كلها أحتاج أو ما أحتاج أجال المجرب وقال لها صلاة نسمعي هو الحال موجود دخلي للجارية يما والجارية أبنها أبنك يعني قانونا فقال أخوش فكر احتمال الله كان بباله هاي الشغلة وإحنا رايحة من عندي شوان راحت هاي ثلاثين سنة دخل إسماعيل بالوضعية ودمر الدنيا لأحد هذا الوقت إسماعيل ونسل إسماعيل وهو نسل مبارك ها على فكرة رب بارك هذا النسل لكن لكن الفكرة إيش أعطاه حل ليس حل الله شوكت في وقت احتياج إبراهيم وصارة ولهذا السبب من يجي بليس بالامتحان في وقت الاحتياج أنت لازم ترجع إلى الرب إلى المكتوب مكتوب ليس بالخبز وحده يا حيا الإنسان شوكت تعرف هذا الشيء من تكون الكلمة خارقة في قلبك بدون الكلمة أنت واقع بيها مية بالمية شوفوا امتحان الثاني امتحان الثاني شنوه يقول لأمتحان الثاني إن كنت ابن الله فاطرح نفسك منها روح ضب نفسك فأنه يطيله بالمكتوب انتبع عليه لأنه يوصي ملائكته بك فعلى الأيدي يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجليك هذا مو يطي كلام لو ما يطي وعندما يقول لك الله يحبك قوم يشمر نفسك مو الله يحبك قوم يشمر نفسك هذا 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 الاحتياج احتياج التشكيك مع كل الأسف هو ينوقع به شنو التشكيك يجي عليك يقول لك الرب مو وقال لك ووعدك الرب مو وعدك الرب ايه وين الرب وعده عاي كم سنة فاتت كم سنة سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة كم سنة فاتت عشر سنين كم سنة وعدك وعدك لو ما وعدك بس ما اكو شي سوي بيك يدخل الشك في وعد الله وانت ش تقول قلت صدو يعني وين الله واني واقع بها ان شاء الله والرب هم جاوب مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ثالث حلو شي قل هذا الثالث كنا واقعين به مع كل الاسف هذا الثالث ثم اخذه ايضا ابليس الى مرتفع عالي جدا جبل سعادة وشون شوفها في لحظة في طرفة عين ممالك العالم شوف قوة ابليس شون قوية وقال لها لك اعطيك اياها شو تريد شو تريد شنو اللي عجبك اليوم شنو شنو شهوة قلبك اطيك اياها اطيك اياها بس انو بس ازجد لي تعرفون اش قد احنا ساجدين لعدو الخير ابليس من ورا هذا الشغلة لك اعطيك اياها روح ورا ايش ورا الاحتياج الثالث هو تحقيق الذات الشخصية من تجي تريد تتحقق ذاتك اكو عطش جوة قلبك تريد تتحقق وهذا العطش اللي تريد تتحقق وترويه خارج دائرة الله وبليس يسوي يحقق لك بايش بالذات اللي انت تترك مجد الله وتبحث ورا مجد ابليس اذا اقول لك اش لا احنا احنا يام الله مع كل اسف مع كل اسف يعني هالأيام قلبك يتمزق من دي تباوع ش تباوع يعني تنقر صدقوني يعني مدى نعرف شنو السالفة تعرف شنو السالفة شنو الامور ما تدري تقول علي هذا هايا هايا ايه كلها بالزحلك ليش تتعرف ليش لانه اكو عطش جوه داخلي هذا العطش الجوه الداخلي الشهوة الموجودة الداخلية تريد او يريد ايش يسقيها من يريد يسقيها ابليس يقول لا انت بصال لك فترة ما مسقي تعال انا يسقي لك ياها وبالفعل يروح يم منه يم بليس واحلى شي الصبح يسبح وبالليل هي نفس السبحة بس يقلوبها بالمقلوبة ما ما عارف بس 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 بها الحيلة لو بعدكم حيرين بالشغلات تصيبك حيلة لو ما تصيبك حيلة ليش تتعرفوا ليش لانه كلمة الله ما مخترقة ما مخترقة لو مخترقة كلمة الله ما يسوون اللي دي سووها الأيام ما يسو ما يسو وهذا الشيء اللي بالامتحان هواية يقعون ليش لانهم بعيدين كل البعد عن المكتوب لو لو ما تعرف المكتوب انت ساقط وين ساقط بأحظان بليس لكن الرب يسوع المسيح قال مكتوب ايش يا رب مكتوب مكتوب للرب وحده تسجد وإياه وحده تعبد ولهذا السبب كثير من الناس يعبدون كثير من الأشياء ليش يا رب لانهم ما يعرفون المكتوب بعيدين كل البعد عن عن كلمة الله الحية الفعالة التي عمضة من كل سيف ذو حدين وخارقة هاي الخارقة ما واصلين لها حفظين ولهذا السبب الصعود الأول والتجربة الأولى هو الامتحان الإلهي اللي الرب يمتحن تربتنا ونكون احنا بالفعل نكون أشخاص نوقف ومن توقف ما رح توقف في قوتك أنا أقول لك أن احنا يد قوية تدعمنا بالوقف أكوية قوية تدعمك توقفك شوف الثلاث آيات تقدر تستخدمها وانت بالتجربة إذا تقول الرب عايفني والرب ذبني بالتجربة واني ابن الراب واني واني شوف الرب شي يقول لك بها ثلاث آية تخليها في بالك وحفظها وإذا تريد تصور أول واحدة بكونون ثوس عشرة شي يقول لك لا تصيب تجربة إلا بشرية الرب ما يجي يا أحباء ويذبنا بتهلك ما يذبك لكن التجارب مع كل ضعفاتنا دخلنا بالتجربة من ندخل بالتجربة الرب يتركنا يعوفنا يضحك علينا إنت ردتها أنا رح بهد لأحوالك لا لا شوف تكمل الآية يقول لك ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما ما يخليك تجرب فوق ما أنت تستطيع ونقطة أخرى قوية وسيجعل مع التجربة المنفذ ومن يضطيك المنفذ بذلك الوقت أنت رح تأخذ هاي النقطة يقول لك طوب للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذ تزكى يعني إذ عبر التجربة ينال إكليل الحياة يعني إحنا مو بس بهاي الحياة راح الرب يزكينا لا لكن أكو إذن إكليل آخر بالسماء الرب يكلل كل شخص يعبر التجربة ويضطي إكليل الحياة ولهذا السبب يقول فيه سفر رؤية لا تخف البتة لا تخف البتة لا تخاف نهاية ليش أنت عاديت أن تتألم به هو إبليس نعبر شوفوا العدد هذا حلو مزمعا يلقي بعضا منكم في السجل لكن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام قل للرب يا ربا نريد يعني يسويها تسعة أيام يقول لك الرب لا مصير يدعش عشرة يكون لكم ضيق أنت عشرة عشرة تتحمل شوف ما قالت عشرة 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 بس وراء العشرة ستنفتح ولهذا السبب ولهذا كن أمينا للموت فسأعطيك أكل للحياة تشوفون تشوفون الفكرة التجربة ما يتجينا من من الله التجربة تجينا من عدو الخير إبليس ومن شهواتنا البشرية ومن ذواتنا اللي موجودة في داخلنا الضعف ما لنا لكن أكو عندنا إله أمين يحفظنا ويحمينا وإحنا داخل البودقة رب يطينا نعمة ويستخدمكم باسم يسوع بهالأيام الشريرة وينقلكم إلى مجد آخر ويطينا صعود آخر صعود الآخر الحلو هم في متى خمسة من الامتحان الإلهي إلى المرتفعات في التعليم الإلهي شنو مرتفعات في التعليم الإلهي متى خمسة شنوه شوفونا بس كلمة صعدة إذا تخذوها تخلونا داير عليها بعدين بالبيت شوفونا كلمة صعدة أول صعود على الامتحان ثاني صعود على التعليم منو يعلمنا شوفوا التعليم متى خمسة واحد ولما رأى الجموع صعد هاي صعود آخر إلى الجبل فلما جلس تقدم إليه من أم منه تقدم تعالوا أولاد الرب تعالوا يمي وكلما جلس مو يعني اعتباطا جدت وضعت بالنص يعني تعب يسوع المسيح ورح قاعد يعني ما دام تعبان سعى الجبل قاعد لا 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 بالتقليد اليهودي المعلم هو الذي يجلس ويضطي تعليم كل معلمين من كانوا يعلمون هو يجلس والتلاميذ دائر ما دائر ويضطي التعليم هذا التقليد موتع ولهذا السبب يسوع جلس وعلم وفتح فاها وقال ايش وقال وعلم وعطى الدستور لكل التلاميذ بس مع كل اسف كل الاسف جماعاتنا ما يحبون التعليم تعرف شي يقول اغلباتنا نهتم بالملابس بالانجليزي بالروتيشن شنو بالعربي شوية اللغة ما لي قوت بالتجديد صاير قوي قوي مني قيصر شو موصل تعرفوشو نهتم بالكماليات ونهتم بالتغيير ونهتم نهتم صح حلو نهتم بس نهتم بالتعليم نهتم بالدخول الى العمق نهتم لو بس كاتلي نفسنا غير سيارة وغير بيت وغير حلو تغير هذا الشيء براس الرجال والرجال اذا عنده شعر يوقع شعره بس سامير ليسا ما وقع شعره ومن اخذها وكله وقع هل تفهمون قصي مراته نهتم بهوية امور بالحياة وما نهتم بالتعليم الرب يعلم وموجود عندنا شوفوا الايات الحلوة اللي بيهوشع هوشع احنا كنا حافظها اغلبياتنا القاعدين هنا حافظين ربعه الاول بس ثلاثة ارباع ولا واحد ما حافظها يعني مو ولا واحد اغلبياتنا ما حافظها شنو الربع الاول بهوشع هلك سيعرفوها هلك شعبي ليش لعدم المعرفة كم له شفتوا هذا الربع هذا الربع اللي احنا حافظي بس الثلاثة اربع الوراها ما حافظي هلك شعبي لعدم المعرفة تعرف شي يقول الرب بالاية لانك انت رفضت المعرفة ارفضك انا حتى لا تكن الي يعني شنوها يا رب قوية هلك شعبي لعدم المعرفة عرفناها بس يقول لا اذا انت رفضت التعليم انا ارفضك حتى تك يعني انا رفضك انه تجي وانت تقعد هنا وتسمن اي ذبيحة تقدمها الي انا ما اقبلها ليش لانه انت رافض التعليم مالي انت رافض الكلمة مالي انت رافض الجلوس معي انا شون اقبلك بهذا سكت لا ما سكت كمل روح القدس كمل تت لانه لانه مالي 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 هم واقعين وطامسين ويجي يقول لك صلي من اجل بري برون يضع لي يضيع برون شي عاد يضيع عاد يضيع انت ضايع وبرون شي هم ضايع انت ضايع ورجل شي هم ضايع انت ضايع ومرت كم ضايع ليش لانه نسيت نسيت الشريعة ولهذا السبب التعليم مهم مهم جدا تقعد مع كلمة الله شوف شو تقول كلمة الله بهذا الوقت بيش عياء ثمانية داعش قل لك إذا قال لكم اطلب الى اصحاب الطوابع اسمعوا هاي الاية تستخدموها كذبوها يمكم كذبوها يمكم تستخدموها هذه لانه اغلبياتكم ما تعرفوها بعش يقول لك يقول لك والعارفين والمشققين والهامسين الا يسأل شعب الله الناس شو تروح تروح تسأل عرافك افتح لي فال افتح لي فال مو ومرات هواية تفتح فال بالكتاب المقدس ما كامل كثاوة قديشة ديو اكبر خطلة وتقرأ خلينا شوف الرب يقول لنا وتفتح ويش وتقرأ هو هالشكل قال الرب الرب مو تفتح فال ويا لا وشوف هاي بالاخضر الكاذب لكم باعوا ايسأل الموت لاجه الاحياء وانتو بشال بيلي وبواحد ميت وكس عسالين يا فلان ويا فلان يا فلان ويا فلان ايسأل الميت من اجل الاحياء اي هذا مات شلون انت تجي وتطلب من هذا الميت وماراته هو يقول لك نحن احياء بالرب يسوع المسيح بالفعل انت حي بالرب يسوع المسيح لكنك حي وين بالفردوس لكنك ميت على الارض وما عندك علاقة شخصية مع الاحياء بالاتساد اللي يقول من تصلي هو يسمعك هو قاعد وياك ومن هو درجة مطران يعني مطران من يجي يحتي هالحتي يعني شون يجي الميت من تقعد تصلي له يسمع لك لا سمعوني النقطة مهمة جدا لانه 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 الكتاب المقدس ما يتحدث بهذا انه ميت انتهت وانفصل بسفر الجامعة لا بين الشمس انتقل راح الرجال راح اذا كانت اعماله جيدة هو في الفردوس واذا كانت اعماله وامانه غير معلن بالرب يسوع المسيح هو بالجحيم انتهت الشغلة لا صلاتك ولا صلات الكنائس ولا صلات اكبر شخص ديني اذا صفط من بترك وانزل بيهم كلهم جوه وكنائس يصلون من اجل راحة انفس تنقل واحد من واحد الى مكان ماكو يوجد ما قد اثبتت الرب قالها بلسانه لا هذا يقدر يجيهنا ولا هذا يقدر يجيهنا انتهت عندك حق تصلي له هسه احياء روح صلي من اجل امك حية ابوك حية صلي له اشقد ما بيك اشقد ما بيك الى اخر درجة صلي له هذا وقت وقت افتقاد بس بعد ما يطفي يشيل الشمعة ما لا يشيل الواير ما الكهرباء يعني يقول ما يقول تشيله الوطني وحط المولدة ومولدة تشيله وحط الوطني هناك يشتغل ما يفيد بس على مده هي كلها على مدمور مادية لا اكثر ولا اقل اذا قال هالشكل منه يطيق قادسة عماتي بعد ما رح تطيق قدسة الى الشريعة والشهادة شريعة والشهادة هذا الشيء مهم جدا بقوا جلوس مع الرب بالكلمة المقدسة ترفعنا قطرس يقول لك وعندنا يعني شنو انتبهوا طرح الكلام مهم جدا انتبهوا مو بس حاجة اذا تريد تخترق الكلمة رجو يقول لك وعندنا يعني عندنا يعني ماكو واحد يجي يقول انا ما عندي وانا يقول لك وعندنا الكلمة النبوية وهي اذبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما هي ايش بسيراج منير في موضع مظلم كلمة هي السيراج المنير وانت بلا عذر يا انسان انه تيجي توقف وتقول انا انا ما عندي هذا الشيء اذا الصعود الاول الى الامتحان الالهي الصعود الثاني الى ايش الى مرتفعات التعليم الالهي الصعود الثالث والمهم شو شو قل لك يقول لك الى اللقاء الالهي رح نلتقي مع الله بيش وبعد ما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي اذا نكون صعد اللق المن الرب صعد المن دي يصلي اقوى سلاح بديكم هي الصلاة اقوى سلاح عندك تستخدمها هو الصلاة مع كل الاسف اقوى سلاح غير مستقدم في كنيسة الرب اذا هاي يومية تسوسا تكتف لافتة ارجوكم ان تجون و تصلون من اجل الخدمة تعرفوا صلاة كلش مهمة قاموا تاخد الزغار ويا هالجوال من المدار الساحدي يصلون ويا ليش ليش ما تجون يصلون للمبالك وما تعرف انه هاي النص ساعة اللي تصلي هاي ربع الساعة تصلي هي اللي راح تملك وتفيض في حياتك هاي الكلمات تقول هناك هي السراج حول الكنيسة حول المؤمنين حول الخدمة تقعد تصلي هو يصلون بس ما يعرفون يستخدمون شايف واحد منه تطيل السلاح طيل السلاح بيد واحد قل هاك اسلاح بيدك واستخدم هذا السلاح اذا اذا راح تعلم شون يستخدم حال حال طابوغة حال حال بورية ما يعرف ما يعرف شون يحط المغزن وشون يحط الطلقاء ما يعرف وراح يقدر استخدم هو مع كل الاسف يقول لك صلي من طيل كتاب ما الصلاة يضع يوميا الصبح يفتح الصلاة الصبح يورق هالشكل ولا لا لا نزلها بعد قلب الورقة ولا هي هاي الصلاة اعب بكل عقلكم هاي الصلاة الصلاة هي صلة علاقة تحش يا رب مو تكرار يقول لك لا تكرر الكلام باطلا كالأمم والوثنية ولا تقعد بالزوائل الشوارع وسوي لك مبسل بانه انت قاعدين دي الصلون يا باب دول مجموعة منهم ما دول مجموعة منهم دي صلون لا ما عاد السلام عاد مجموعات احنا عاد بس الفكرة ايش الفكرة ايش اعرف الشون تصلي الرب ينظر الى القلب يا حبا حتى لو انت بالكنيسة دي واعبالك بس الانجلين صلون لا شي لم بالك انجلين يصلوا لك صلاة مضبوطة مية بالمية بس ما تطلع من هذا الخشب ليش اكو عازل لازم وقف بره بالشارع ليش لانه حافظ كلمات منمقة يقعد يحكي لك بالآيات ويحكي لك بس قلبها غير مرتبط الفرخ انا ماذا احكي انه انه هذا الشخص عنده كلمة اقول الرب الطان يا هذا التعليم قال اثنان صعدة الى الهيكل في الريس وعشر وذاك قرأ على صدر قال ارحمني على الخاطئ وذاك قال اللهم لست مع هذا وعشر فلوسي والطفلان قال من هو نزل مبرر هذا قلبك كلمة تقول توقفين اقول لك صلي يقول يا رب يسوع افتح هذا المكان راح يفتح هذا المكان تاب ما اكو داعي بتنزلك ولهذا السبب استخدام الصلاة مهم جدا بقلبك المرتبط مع منه مع الرب يسوع المسيح اخبار الايام الايام صلاة يعبيس ما احد ما يعرف يعبيس من يعرف يعبيس تعرفوا يعبيس يعبيس ولدته امه بحزن ما دلش ولدته بحزن يمكن جابته ما تبو معرف بس هو ولد بحزن يعبيس واقوى بها كتب صلاة يعبيس بها كتب بسيطة جدا يمكن عدد واحد وهو اخبار الاول اربع عشرة ودعي يعبيس الى اسرائيل قال ليتك تباركني توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشرير حتى لا يتبعني بسكت اش قال للرب فاتاه الرب بمسال كم كلمة سال كلها طال طبعا توسع تخومي وتحفظ من الشرير وكل الامور طال ليش لانه كان قلبه مع الرب صعود الاول شنو ويايا عمود لا تنسوا صعود الاول شنو امتيحان الالهي الى الصعود الثاني شنو مرتفعات ايش اخرى مرتفعات التعليم الالهي صعود الثالث مرتفعات اللقاء الالهي الصلاة صعود الرابع اللمسة والشفاء الالهي تقعد تصلي رح تجيك اللمسة شن يا رب من يقول الرب يقول شفى الصعود هم متخ مستعش ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل وصعد الى الجبل بالكورة جابوهم كلهم من قدامه بس الكلمة اللي نعبرها هي كلمة فشفاهم يعني ما طلع واحد ما شفاه كلهم شفاهم كلهم ايه كلهم والنقطة والنقطة المهمة مهما كان توجاعك واحتياجك يوجد الشافي والشافي اللي يديح عليه هو احنا الموجودين بهذا المكان اللي الرب يستخدم هالبركة لكل مؤمنين بس احنا مع كل اسف ما عدنا ثقة ما عدنا ثقة نفقد نفقد استخدام هذا السلاح ليش لانه ما موجودة الكلمة الخارقة اللي الرب اطيكها بالوعد شي يقول لك الوعد الحق الحق هذا يسوع قالها الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي كم واحد مؤمن بالمسيح ها كم واحد مؤمنين لو مؤمنين اللي يؤمن بالرب يسوع المسيح شوفوا الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح يقول لك فالأعمال التي انا اعملها منو يعملها اليسوع اللي يعملها كل الأعمال اللي يعملها يسوع يعملها هو أيضا من هو اللي يعملها المؤمن بالرب يسوع المسيح وقف يسوع المسيح قال بس تسوي الشغلات اللي يعني يسويها قال لا لا مو بس الشغلات اللي يعني يسويها ويعمل أعظم منها تعال قولي انت شو تسوي أعظم من يسوع شو تسوي أعظم من يسوع جانس الزمين شو تسوي أعظم من يسوع شو تسوي أعظم من يسوع ما تعرفوا شو تسوون تسوون أعظم من يسوع ما شو تسوون تجيبون النفوس لمجز المسيح هاي البشارة والكرازة اللي رب اعطاناياها هذه أعظم عمل نعملها لأنه احنا نعمل بحقله لا تنسوه هذا كلام إلنا مو كلام مطي يعني ما حد ما يسويها هو الرب يطي هذا الوعد فإذا شكيت شفت كلنا ما شكينا ما نعمل يسوع يا عظم من يسوع ما حد ما يقدر لا 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 تقدر ليش تقدر لأنه الإرسالية اللي طاناياها طال الجميع هسأ قلكم ياها هسأ قلكم ياها باوع من تتمتع بالمواهب الروحية من يعرف كم موهبة الروحية عندنا احنا مواهب الروحية كم موهبة كم موهبة وين موجود المواهب الروحية هذا يقول لك كتاب مقدس افتح كتابك على المواهبة الروحية لا تنسوها ذكروها هي رقم 12 رومي 12 كورنثاثس 12 أثيسس 12 لا ماكو 12 أثيسس أثيسس 4 فهمتوها لو ما فهمتوها لا تنساها من قلك على المواهبة الروحية قبل زرقوين رومي 12 كورنثاثس 12 أثيسس أربعة الأولى تحياتي أشوها قليك بس برسالة كورنثاثس الأولى مقطعين أخ في قيصر مقطعين يتكلم عن المواهب الروحية تقريبا شكت موجودة كم موهبة قودة أنت ها شكت هدى سبعة وثمانية لا لا مو سبعة وثمانية تقريبا 21 موهبة غيروها زيدوها سبعة لخ أي شوفوا هذا الجدول هو جدول المواهب الروحية أخذ لها صورة حلو هذا الجدول شوش يقول لك تقريبا تقريبا مواهب متكررة برومي 12 من 6 لأثمانية كورنثاثس الأولى 12 من 7 إلى 10 كورنثاثس الأولى 12 عدد 28 وآفاسوس 14 هاي المواهب كلها انتبه عليه هاي المواهب كلها نبوة تعليم وعظ خدمة قيادة عطاء رحمة أنواع السنة ترجمة السنة معونة قوات كلها تقراها رسل أنبياء مبشرين شوفوا 21 موهبة عندنا بس ما جاب مواهب مذكورة بمرقص 16 مرقص 16 17 وهذه الآيات تدبع المؤمنين يعني كل مؤمن موجود تدبعك هاي الآيات شنو هي الآيات عبونا ما كاريونان بس يخرج الشياطين لا مو عبونا ما كاريونان يخرج الشياطين لكن كل مؤمن بالرب يسوع المسيح يخرج الشياطين شو قل لك يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون ايش حيات وانشربوا شيئا على الخشب لا على المرضى فيبراون منهم دولي احنا اوفق عن المواهب شيئا لك المواهب بس هذي الأربعة تدبعك يعني فتمشي وجارها يبقاك هذي الأربعة ما عدا إذا كم الواحد وعشرين موهب يعني استطلع انت تطلع تطلع ملاك موس التجنع وتمشي وقناني ما الدهنة زيت تضيح ايش حقيقة بدون شك لا تشك بوعد الراهلك تروح تخليدك على المرضى خلي كلك تقى مو ترجف في الشكل خليدي لما أخف أخف ماي مايش مو انت لديتش فيه بسم منه تخرج شياطين باسمك باسم حشيرة تسو طلع ما يطلع باسم حشيرة تسو يطلع ما يطلع ماكو لا بعشيرة ولا باسم واحد ولا باسم ما باسم منه باسم يسوع آمين خيصة قوي صار لهذا السبب الصعود الأول ايش احنا نحو المرتفعات امتحان الالهي وبعدين التعليم الالهي وبعدين يطينا اللقاء الالهي وورا اللقاء الالهي اكو لمسة الهية لكن اكو صعود خامس واخير راح ناغذ بهذا الوقت ونطلع من هذا المكان الرب يخترق هذه الكلمة لكل الأحباء الصعود الخامس شوف شو يقول لك اهناك ترى المجد شون ترى المجد وبعد ستة ايام اخذ منه وياي اخذ بطرس يعقوب ويوحنة تعالوا انتم تعالوا وياي كان عنده خاصة ويا دول الأحبة ليش لانوا قريبين يوحنة كان يوحنة الحبيب ينتكي على صدره فياخذ الخاصة ما له وسعده مين على جبل وهناك تجلى الرب ارتدى المجد اللي كان عنده ولهذا السبب شوف وتغيرت هيئته قدامه واضاء وجهه كالشمس فقط انجيل متى يذكر هاي العبارة واضاء وجهه كالشمس بس انجيل متى يقولها وصار ثيابه بيضاء كالنور شنهاية اللمسة الالهية اقول لك من رح تقعد مع الرب رح تسمع همسات الرب ما تقعد مع الرب ما رح تسمع بس اذا قعدنا مع الرب انفردت وحدك وياه الوحي هو 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 صوت خافت يجيك تسمع صوته بس ماذا ما قعدنا معرف شون رح تسمع صوته كم ام قاعدة بهذا المكان حوال الوم اقوى من الرجل بهذا الشيء ابن هذا اجيه برا بس اع قاد هذا ابني شون عرفت ابنه ها من صوته ميزته من 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 سبعين جاهل موجوده هنا بس اجيه واحد هذا ابني ليش بدنا تعرفون ليش لانه قريب على قلبها تسعة شهر ملزوق هنا ولا هذا السبب مراته ماما ما يصيح بابا انا يصيح بابا لدير بابا فلوريتا تورق لنا اليوم فد ورقة حقيقة همسات الله ما رح تسمعها اذا ما رح تقعد معرفه شو وقت تقعد من تنجح تتزك بالامتحان شو وقت تقعد من تتعلم الكلمة من تجي درس الكتاب تتعلم الكلمة تدرس الكلمة شو وقت رح تقعد تصلي من انت دارس الكلمة رح تقعد تصلي ومن تقعد تصلي رح تعرف عود الله ومن تعرف عود الله رح ترى مجد الله ليش لأنه الرب رح يظهر بمجدة في حياتك نهاية هذا الشي خلاصة كلامنا خلاصة اللي حكينا يخذك الحبيب اللي موجود اليوم بهذا المكان من الامتحان والتعليم إلى الشبع والارتواء باللمسة الإلهية فشي يصير عندك فتسمع شا تسمع همسات من قلب الله وترى مجد الله آمين كلمة ش راح تسوينا اليوم تخترق ش تغير تغير حياتنا تغير اسلوبنا بدون هالكلمة عمرنا كل ما راح نقدر نسوي أي شيء آمين خلونا نوقف ونصلي ونسبح إلهنا الحي الحاضر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة